أهلا بحضراتكو من جديد وإحنا لسه مستمرين مع حضراتكو والكلام والحديث عن كاس العالم الأندية والتزاكر النهاردة اللي طرحت في السوق النهاردة والاتحاد الدولي عبر موقعه وجماهير الناد الأهلي زي ما قلت لحضراتكو شاهدت ملحمة كبيرة كانت هي نجم الشباك الأول جماهير الناد الأهلي ودي عادة جماهير الناد الأهلي زي ما قلت لحضراتكو المباراة الأولى أو الافتتاحية في كاس العالم الأندية هتكون ما بين أوكلاند سيتي والتحاد جدة السعودي الفاز منهم هيواجه النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم إن دايماً بيرسل ملاحم في كأس العالم الأندية في كل المباريات الخارجية لمصر السعودية بتشهد زي ما احنا قلنا لحضراتكم السوبر الأفريق وشوفنا إقبال جماهير كبير أيضاً عندنا كمان كأس العالم الأندية في الهندبون هتلاقي إقبال جماهير كبير ده ملعب المباراة لا يحتضن كأس العالم الأندية وزي ما قلت لحضراتكم السعودية بتشهد طفرة كبيرة في الرياضة فإحنا متأكدين إن شاء الله يكون فيه تنظيم جماهيري أو تنظيم البطولة بشكل جاية جداً لكن جماهير النادي الأهلي بمجرد الإعلان النهاردة يعني إقبال كبير جداً الأعداد نفسها أعداد تخض حتى هناك يعني علق المشجعين السعوديين والإخوة في السعودية على الإقبال الجماهيري الكبير نجاح كأس العالم الأندية كان في قطر كان بصم عليه جمهور النادي الأهلي كأس العالم الأندية في الإمارات كان ليه بصمة كبيرة جمهور النادي الأehلي وفي البطولتين دول قدر النادي الأهلي يحقق البرونزية أو برونزية كأس العالم للأندية في البطولة القادمة إن شاء الله بنا تمنى النادي الأهلي يروح لحتة أبعد يلعب إن شاء الله على الأول والتاني ويقدر يحقق إن شاء الله عندنا جيل محترم وعندنا جهاز فني وحكاية السوبر الأفريقي اللي فات دي كانت مباراة في بداية موسم لسه ما عندكش رتم المباراة لسه ما عندكش اللياقة الزهنية والفنية والبدانية لكن كاس العالم اللي عندها إن شاء الله هتكون قدرت تلعبت في الدوري لعبت في الكاس اللي عبت جهزت هتروح إن شاء الله بفرمة أفضل من بداية الموسم